حابب أتكلم معكم كلمتين كده بروح المدرج أعتبروهم من واحد من جماهير النادي الأهلي اللي الأهلي بالنسبة له قصة طويلة جداً مشوار طويل جداً حالة حب وحالة عشق فرحت معاه وزيلت معاه لسنين طويلة جداً حبيت نجومه وعشقتهم وتبعت بطولاته كان بالنسبة لي ومازال طبعاً مستحيل مستحيل أفوت مطش للنادي الأهلي مستحيل يبع عندي فرصة أن أتابع مطش المدرجات وما روحش مستحيل يبع عندي فرصة أن أسافر مع الفرقة وأتابعها في مطشطها وفي بطولاتها وما أحضرش سنين طويلة جداً الحقيقة كانت فيها الجماهير النادي الأهلي دايماً على قلب رجل واحد ده كان المشهد وبفتكر الحقيقة في مناسبات كثيرة جداً كان بيبقى فيه مثلاً لحظة انكسار أو لحظة فقدان بطولة أو لحظة ضايع لقب كنت بزعل وكنت بحزن لكن عمري أبداً في أي لحظة من اللحظات دي ما غضبي أو حزني ده الترجم لأن أنا أزعل أو من نادي الأهلي أو هاجم نجوم من نادي الأهلي بابتدي الحلقة النهاردة بالكلام ده لأن على مدار يمكن أكتر من سنتين موجود على شاشة النادي الأهلي وده شيء الحقيقة بيشرفني واحدة من أهم التجارب في مسارة الإعلامية كلها ما شفتش الحالة حالة التخبط حالة الارتباك في المرتبطة أنا مش هتكلم في المشهد العالمية بيكلم على جماهير النادي الأهلي نفسها والأسف ناس كتير أطراف كتير على فكرة مش طرف واحد مخطئ من يظن إن فيه طرف واحد متربس بالنادي الأهلي لكنهم أطراف كتيرة جداً بتحاول أنها تستغل لحالة التخبط دي عشان تزود من صعوبة الموقف عشان تحاول تكسر النادي الأهلي أبداً في أي لحظة من اللحظات ما شفتش حالة الغضب دي لنفس النجوم بالمناسبة اللي فرحونا كتير هذا الجيل يحسب ليه الحقيقة إنه حتى اللحظة خلينا نتفق كده ونحط قاعدة إنه الجميع مش في أحسن حالاته يعني خلينا نتفق إنه الأهلي كله مش في أحسن حالاته يبقى إيه المطلوب في الوقت ده من جمهور النادي الأهلي غير الدعم والمساندة في لحظة من اللحظات لما كنت بقى موجود في المدرجات في الملعب يعني وبالذات لو مباراة مهمة فاينال بطولة بطولة أفريقية جوا مصر أو بره مصر ويدخل جون عكس الطيار عكس الاتجاه في النادي الأهلي كان كل المئة ألف بيقوموا في لحظة واحدة أول ما شباك النادي الأهلي تهتز يهتفوا للعيبة ويهتفوا للفرقة ويهتفوا باسم النادي الأهلي جسمك كان بيأشعر يمكن عشان الجمهور مش موجود في المدرجات يمكن عشان إحنا عايشين في عالم افتراضي بايخ شوية ما إحنا عش عارفين مين اللي بيتكلم ما إحنا عش عارفين الانتماءات حقيقتها إيه ما إحنا مش مدركين حجم وتأثير الكلمة في التوقيت ده ممكن يكون أثره إيه يمكن نكون متلغبطين شوية لكن اللعيبة والفرقة اللي بتكافح لغاية اللحظة دي عشان تسعد جماهرها رغم إنها تحملت فوق طاقتها لتلات مواسم متتالية ووقفت ضد طائرات كتيرة جدا منها منظومة الكرة في مصر للأسف شديد جدا جزء من فشلها في إدارة المنظومة هو سبب في الوصل لي لعبة النادي الأهلي نهاردة ودد حتى التحاد أفريقي ما قدرش إن يساند النادي الأهلي في أكتر من موقف سواء في نهاية دولة الأبطال أو حتى في بطولة كاس العلم للأندية ورغم كده النجوم دي قدر التحقق الإنجازات اللي حققتها فرقة النادي الأهلي دي بس مش بكلمكم على التاريخ ولا على الأجيال الكتيرة جدا اللي حققت إنجازات عظيمة الإنجازات اللي حققتها الفرقة دي اللي موجودة للنهاردة بتلعب باسم النادي الأهلي ما حقهاش أي فريق تاني في مصر على مدار تاريخه كله وتعالوا نشوف وتعالوا نحسبها ببساطة شديدة جدا الفريق اللي غاب عن منصات التتويج قريا ودوليا ايه محصلت الكرة المصرية في الموسم ده بيج زيرو صف كبير خدنا كاس الأمم الأفريقية ما حصلش رحنا كاس العالم ما فيش في فريق خد دوري أبطال أفريقيا ما حصلش طب كونفدرالية برضو ما فيش يبقى أكيد ما فيش سوبر وأكيد ما فيش كاس عالم طب منتخب مصر أخبره ايه مع كيروش أصلي كيروش مشي مشي ليه ما نعرفش طب كنتوا عايزين ترجعوا ليه برضو ما نعرفش طب عملتوا ايه جبنا إهاب جلال أخبار إهاب جلال ايه لا ده مشي مشي ليه برضو ما نعرفش طب روي فيتوريا جاي يعمل ايه جاي يعمل مشروع مشروع ايه ما نعرفش مسابقات وستوديوهات تحليلية وملاعب وبس تليفزيوني ورعاة وعقد بالملايين والمحصلة صفر في موسم بس غافي الأهلي عن منصات التتويج بفاعل فاعل أو بفاعل فاعلين فأرجو الحقيقة لحظة هدوء ومراجعة كده صديقة مع النفس اللعيبة وهي بتكافح لنهاية الموسم ده محتاجين ايه من جمهور النادي الأهلي هل لك انت تكسر فيهم وتنتقدهم وتهجمهم وتمشي مع الموجة للأسف شديد جدا كتير من الصفحات وخد بالك بالذات من السوشال ميديا مش هكلم على الاعلام التقليدي دلوقتي يمكن ضيفي النهاردة أستاذ عصام شلتوت هو أكثر وأكثر مني بالكلام على الاعلام الرياضي لكن خد بالك انه منصات السوشال ميديا النهاردة مخترق وفيه صفحات كتير جدا جدا باسم النادي الأهلي وتحمل أسماء مرتبطة بالنادي الأهلي سواء بنجومه أو بأساطيره أو بمدرجاته لا تمت للأهلي بصلة واحدة من معاول الهدم إنجاز التعبير فأرجو من الجمهور الحقيقة لحظة هدوء ومراجعة حسابات لإننا مش محتاجين تكسير احنا محتاجين بونة بونة عشان نقدر نكمل الموسم ده بأقل الخسار ممكنة وما زالت فرصنا كبيرة جدا وقائمة رغم كل أشكال المعاناة والإصابات وحالة الإجهاد العنيفة جدا وتغير الأجهزة الفنية أنا بقول لكم أنا ما زال عندي ثقة كبيرة جدا في فرقة النادي الأهلي إنها قادرة توصل لنهاية الموسم ده بنجاح وأهمه طبعا مشوارنا في الدوري وبعد الموسم ما ينتهي نتكلم في الجديد وأعتقد أنه الصورة أكيد أكيد هتختلف جملة وتفصيلا بداية من الموسم اللي جاي